طيب الهيب انتش تتوقع والله يشوف يعني اتحاد القدم على بيناد الاتحاد هل تتوقع انه كمان فيه طلبات بشوفها جديدة من الانديا اتمنى شوف يرد واللي قاعد يصير الان في المشهد الرياضي هذا جديد انا بالنسبة لي شوف الاربع الاندي الاربع الحين والثلاثة الاندي اللي طلعت الان مزبوط انا احس انها احنا قبل قبل ثلاث مواسم واربع مواسم نقول ليش ما يتكلمون رأساء الانديا ويعني في الاربع عندهم ظروفهم وعندهم مدلشون ومبدلات وعندهم الآن ثلاث الانديا زي اللي تقول احنا انديت الآن شركات احنا الآن مستقلين احنا الآن نطالب بحقوقنا احنا الآن الانديا كلها زي بعض اللي قاعدة تصير والآن يبغون المشهد يتغير يبغونها توضيح شفافية قدارة هذا الرياضة كورت قدم هذا الرياضة كورت قدم المفروض الآن يفترض ان المفروض ان لجلة المسابقة اصلا صدرت التعجيل وجنبه البيان سبب مباشرة وبناء على لوائح وما لوائح والاشياء هذي كلها وبرضو البيانة اللي قاعدة ام السكوت هذا بوجود ابدا مو صالح المسابقة ابدا ابدا السكوت يخليه الموضوع اكبر ويثير الريبة ويثير الشف ويثير اشياء كبيرة يعني حتى بإمكان الرابطة تصدر بيانه وتقول لك هذا قراري هذه رؤيتي وفقا لللوائح وانتين لكن عدم الرد هو اللي يخلي الناس روح وتألف قصص واحنا دايما نقول هذا الكلام مش صحيح رد على العالم اكثر من سبعين مليون مشاهدة للثلاث بيانات ما حد رد عليهم الان نادر اتحاد طلب من اتحاد القدم تأجيل المباراة عاد منطقي مهم منطقي هل هذا حيفتح بواب لطلب تعجيلات اخرى ما تعرف اشتركوا في القناة